سالفة الدوانية اليوم حدثت في امريكا كان في لصين حرامية اثنين يابون يصرقون قصر حطين عينهم على هالقصر يابون يصرقونه والحرامية هذي لواحد خبير في فتح الخزنة التجوري خبير في فتحه والثاني مساعد له فادخلوا البيت هذا بالليل فتشوا فتشوا الى ان لقوا الخزنة بالدور الارضي جاء الخبير ودخل سيم كذي وفتحها من غير لا يطلع صوت ولا اي كسر ولا اي اضرار فتحت الخزنة ولا فيها متروسة فلوس لشان يقول الرفيج اخذ الفلوس وحطهم على الطاولة هذي في طاولة بالبيت وحط الفلوس عليها وجاب ثلاث كراسي وحطهم على الطاولة وراح فتح الثلاجة وطلع بطل عصير وحط ثلاث قلاسات على الطاولة وصب فيها عصير وهذا خوية المساعد يطلع ويحط من الفلوس يطلع ويحط على الطاولة لكن مستغرب من تصرف صديقة هذا قاعد يطلع الفلوس ويحط على الطاولة والثاني قاعد على الكرسي وحاط صاب لعصير وحال تحاله فمستغرب يقول لها المفروض ننحاش احنا ناخذ الفلوس ونهرب وهذا يقول لها اسكت مالك شغل انا الغائد تسمع كلامي كان يحط يده بجيبه ويطلع جنجفه ورقه ورقه هذي مالت اللعب كان يوزعها على الطاولة لين صديقة طلع الفلوس كلها ويحطها على الطاولة فيوم جاء صديقة قال لها يلا خلنا الحاش قال للا ما لك شغل شغل التلفزيون شغل التلفزيون فاضي انت قال شغل التلفزيون وعلع على اعلى صوت يا ابن الحلال يصيدون قال ما لك شغل انت مساعدي انت تسمع كلامي فالمساعد حسن صديقة انجن يمكن انجن صارقين بيت وقاعد للعين لكن بالنهاية راح ويشغل التلفزيون وعلع على صوته على الاخر صاحب البيت ساكن بالدور اللي فوق فسمع الصوت بالدور الارضي صاحب البيت يوم سمع الازعاج عرف انه في حرامية بالدور الارضي سحب المسدس ونزل لهم الحرامي هذا اللي قاعد على الكرسي قال الرفيجة تعالي قاعد وقاعد رفيجة وياه وقاعد يلعبوا اياه ورقه كان يدش عليهم صاحب البيت وماد عليهم المسدس انتم حرامية اي واحد يتحرك راح ارمين ما ردوا عليه ولا كأنه موجود فطلع تلفونه ودقع الشرطة قال انا ضبطت عندي حرامية بالبيت وصارقين فلوسي وكذا وحاشرهم الحين مو مخليهم يطلعون تعالوا بصرعة فيوم حضروا الشرطة دشوا ولا فعلا فلوس على الطاولة وفيه اثنين قاعدين وهذا ماسك المسدس حطع عليهم صاحب البيت فالضابط اللي وياهم يبيشيك هل ايه عملية سطو عملية سرغة ولا حاجة فاضي فطالعوا على الخزنة ولا الخزنة مو مكسورة الخزنة مفتوحة يعني بارغام سرية والارغام السرية ما حد يعرف هلا صاحب الخزنة فشافها مو مكسورة مفتوحة لان الحرامي اللي فتح الخزنة عنده خبرة بفتح الخزنات فتحها من غير كسر فصاحب البيت قاعد يقول للضابط اقبض عليهم واغبض عليهم هذي الحرامية لشان يقول للحرامي يا سيدي يقول للضابط يا سيدي هذا صاحب البيت قال تعالوا لعبوا عندي قمار وجينا ويوم فزنا عليه طلع المسدس وقال راح اتهمكم انكم حرامية ودق على الشرطة فالضابط يوم نظر نظرة شاملة للمكان الخزنة مو مكسورة الطاولة عليها فلوس وفيه اوراق جنجفة بأثرة باين انهم كانوا يلعبون ورقة لا وفيه كواب عصير بعد لشان يلتفت الراع البيت قال له شوف انت خسرت بالقمار وتبي ترجع فلوسك فاتهمتهم انهم حرامية لا هذي لا فازوا عليك لا تقدينا باتصالات كاذبة بلاغات كاذبة ترى اخذك وحطك بالسجن خلهم يمشون وياخذون فلوسهم معهم فاطلعوا الحرامية بحماية الشرطة وهو ما حرامية الحرامية خذوا الفلوس واطلعوا تحت حماية الشرطة وصاحب البيت قاعد يشوفهم يسرقونها جداما ومو قادر يسوي شيء والشرطة حاميتهم والحكومة نفسها حاميتهم فذكي الحرامي هذا صح انزين ممر عليك حالة حرامي تحت حماية الحكومة اكيد ممر عليك